موسيقى موجز لهم الأخبار من قناة ياما الشباب أهلا بكم أدانا رؤساء المجالس الطلابية لكليات جامعة عدن مقتل الطالب في كلية الحقوق حسن عبد الرحمن عطية على يد عناصر من ميليشيا الانتقالية الإماراتي خلال مداهمتها مقر عمل فجر الأحد بعدن وتعهد رؤساء المجالس الطلابية في بيان بالتصعيد حتى تأخذ العدالة مجراها وتسليم الجنات للقضاء العدل جرت اليوم الاثنين عملية استلام وتسليم قيادة الشرطة العسكرية بتعز بين القائد الجديد العميد محمد سالم الخولاني والقائد السابق العميد جمال الشميري وتسلم العميد الخولاني عمله في مقر قيادة الشرطة العسكرية مباشيرا أولى مهامه بزيارة نقطة الهنجر التابعة للشرطة في المدخل الغربي لمدينة تعز حملت شركة صافر لعمليات الانتاج والاستكشاف في تقريرها السنوي حملت شركة توتال الفرنسية المشغلة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال مسؤولية انتهاك جميع الاتفاقيات الخاصة بتوزيع تكاليف تشغيل المنبع وقال مصدر المطلع ليمن الشباب إن هذا الخلاف مع توتال هو أحد أسباب تخير عادة تصدير الغاز المسال من منشأة بالحاف في شبوة أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائية عادة تأهيل أكثر من خمسين مرفقا صحيا في ظل التحديات الصعبة التي واجهها القطاع الصحي نتيجة استمرار الحرب التي شعلت الميليشيا الحوتية الانقلابية منذ نحو خمس سنوات وذكر مكتب البرنامج في اليمن على حساب بتويتر أن أكثر من خمسين في المئة من مرافق الرعاية الصحية في اليمن تأثرت بالحرب التي تسببت بها ميليشيا الحوثي فيما عمل على يعادة تأهيل وتجهيز الثلاثة وخمسين مرفقا في المجتمعات الأكثر ضعفا قال محافظ حضرموت الليوارك فرد سالمين البحسني إن جامعة حضرموت تخطو خطوات متطورة من أجل تحقيق مراكز متقدمة في التصنيف العالمي للجامعات جاء هذا خلال حضور حفلة تخرج السنوي لتكريم الطلاب الخريجين الأوائل والحائزين على مرتبة الشرف للعام الجامعي المنصرم فيما أعلن نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي خلال ذات الفعالية قرب البد في العمل بالمستشفى الجامعي للسرطان بدعم من السعودية وكذلك إنشاء كلية طب الأسنان بجامعة حضرموت ختام الموجز في أمان الله ترجمة نانسي قنقر